ضمن الاستراتيجيات التي اتبعتها وزارة الإسكان في حل حالة الملف الإسكاني هو التوجه إلى بناء المدن الكبيرة كالمدينة الشمالية التي تعتبر أحد أهم المشاريع الإسكانية وتنفيذ أن ليمر صاحب السمو الملكية ولي العهد ستقوم وزارة الإسكان يوم غد بتسليم شهادة الاستحقاق لألف وحدة سكنية على المواطنين المستحقين في المدينة الشمالية كان من أبرز الحلول الغير تقليدية التي اتجهت وزارة الإسكان إلى تنفيذها هو بناء المدن الكبيرة وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص من أجل سد الفجوة بين العرض والطلب على الخدمات الإسكانية هذه الحلول وضعت انطلاقا من التوجيه الملكي السامي لجلالة الملك المفدة ببناء أربعين ألف وحدة سكنية وضمن ما جاء به برنامج عمل الحكومة ببناء خمس وعشرين ألف وحدة سكنية طبعا دائما نقول أن المدينة الشمالية لها طابعة خاص كونها الأكبر من المدن وكونها أيضا تحوي أول تجربة للعمل مع القطاع الخاص ويمكن هنا أحب أن أنوه أن الدفعات السكنية التي ستتم توزيعها في اليومين القادمين ستكون من ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص طبعا اليوم عندنا في المدينة الشمالية أكثر من ثلاث آلاف وحدة سكنية قيد التنفيذ وطبعا تتمثل نسب مختلفة من الإنجاز ومثل ما هو واضح اليوم مثل ما يشوفون المدينة الشمالية العمل يسير بشكل طيب ويشمل كل مناطق المدينة الشمالية هذه الحلول اليوم أتت ثمارها حيث قامت وزارة الإسكان ببناء المدينة الشمالية التي تعد أحد أبرز المشاريع الإسكانية من ناحية المساحة وعدد الوحدات الإسكانية لتبلغ الطاقة الاستيعابية للمدينة بعد اكتمالها حوالي 90 ألف لسمة حيث تبلغ مساحة المدينة على مساحة الردم والبالغة حوالي 740 هكتارا وبحسب وزارة الإسكان فأنها ستقوم ببناء أكثر من 15 ألف وحدة ما بين فيلل ومباني سكنية ثلاثة آلاف وحدة منها قيد التنفيذ طبعا تأتي هذه الزيارة في المقام الأول للأطمئنان على جهازية الوحدات السكنية التي ستمسل سليمها إن شاء الله استدعى المواطنين خلال يومين القادمين والتي تأتي هذه من ضمن الثلاث آلاف وحدة سكنية اللي أمر بتوزيعها سمولي العهد الموقر حفظه الله وطبعا لحد الآن نحن وزعنا أكثر من ألفين وحدة سكنية وهذه طبعا الدفعات النهائية ونتأمل إن شاء الله أن يتم الانتهاء من الثلاث آلاف وحدة سكنية قبل نهاية هذا الشهر وفق البرنامج تماما وهناك أتوقع إن شاء الله المزيد من الوحدات السكنية راح يتم توزيعها مع نهاية هذا العام وزارة الإسكان حرست على انتقاء المخططات للمدينة الشمالية حيث تم تزبط لشواطئها والمساحات المخصصة للحدائق وتربط بين جزرها شبكة متطورة من الطرق والجسور إضافة إلى أن المدينة تشتمل على عدد من المرافق الخدمية كالصحية والتعليمية والدينية والرياضية وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي سمو للعهد واستكمالا لبرنامجها ستقوم وزارة الإسكان بتوزيع الوحدات الإسكانية في المدينة الشمالية وذلك وفقا للجدول الزمني لتوزيع ثلاثة آلاف وحدة سكنية سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر